يسعد فؤادي كلما ذكر الحبيب ترنما ذكر الذي رب العلا صلى عليه وسلم نبي رب العالمين الصادق الهادي الأمين الطاهر الدميث الذي للحق صار معلما ذكر الذي رب العلا صلى عليه وسلم صلى عليه وسلم لما علم المسلمون بخروج النبي صلى الله عليه وآله وسلم من مكة متوجها إلى المدينة فرحوا أي فرح فرحوا فكانوا يخرجون كل يوم إذا صلوا الصبح عند مشارف المدينة ينتظرون قدوم النبي صلى الله عليه وآله وسلم وكان الجو حارا فإذا ذهب الظل واستوت الشمس رجعوا إلى بيوتهم كانوا يخرجون كل يوم بعد صلاة الصبح رجالهم نساؤهم صبيانهم ينتظرون حبيبهم صلى الله عليه وآله وسلم حتى إذا كان يوم الاثنين الثامن من ربيع الأول سنة الرابعة عشر من النبوة إذا بأصحابة يرجعون إلى بيوتهم لما استوت الشمس إلا أن هناك يهودي كان على أطم من الآطام فرأى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فصرخ بأعلى صوته يا بني قيلة يا بني قيلة هذا جدكم الذي تنتظرون فهب الناس من بيوتهم فرحين مكبرين مهللين بقدوم حبيبهم صلى الله عليه وآله وسلم خرج الناس رجالهم ونساؤهم وصبيانهم ينتظرون قدوم النبي يرونه من بعيد ها هو مع أبي بكر الصديق أكثر أهل المدينة لم يروا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا يعرفون أين الرسول هل هذا أم الرجل الآخر فإذا بأبي بكر يضلل النبي صلى الله عليه وآله وسلم بردائه من الشمس فلما رأى الناس هذا المنظر علموا من رسول الله ومن أبو بكر الصديق خرجوا من بيوتهم يترقبون إنها لحظات عظيمة بالنسبة لهم ينتظرون حبيبهم ها هم الآن يرونه التفوا حوله مكبرين مرحبين برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فإذا بهم يحيطون به والرب عز وجل ينزل عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير وهكذا نزل النبي في يوم الإثنين في قباء في بني عمر ابن عوف وظل النبي صلى الله عليه وآله وسلم في ذلك المكان لبضعة أيام وفرح واستبشر أهل المدينة جميعا بمقدم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كالنور في جنح الظلام جاء الحبيب إلى الظلام جاء الحبيب إلى الظلام هديا يضيء دروبهم وكأنه بدر السماء لمحمد خلق عظيم وبحبه من لا يهين سار النبي صلى الله عليه وآله وسلم مع صاحبه إلى المدينة وكانت تسمى يثرب فلما دخلها النبي سميت مدينة رسول الله ثم عرفت المدينة دخل النبي وهو على ناقته كل الأنصار يتمنون أن ينزل عندهم رسول الله فكانوا يأخذون بخطام الناقة ويقولون هلم يا رسول الله إلى العدد والعدة والسلاح وهو يقول اتركوها اتركوها فإنها مأمورة هذه الناقة أمرها الرب عز وجل أين تنزل فبركت في مكان ثم قامت وسعت تلتفت يمنة ويسرح ثم رجعت إلى مكانها الأول فبركت فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم أي بيوت أهلنا أقرب منها وكانت نزلت عند بيوت بن النجار أخواله صلى الله عليه وآله وسلم فقال أبو أيب للأنصار يا رسول الله هذا بابي أن أقرب البيوت إليها أن أقرب البيوت إليها من شدة فرحه فقال النبي لأبي أيوب انطلق فهيئ لنا مقيلا هيئ لنا مكانا ننام فيه يا الله كم كان أبو أيوب فرحا بدخول النبي إلى بيته كم كان سعيدا أنه اختار بيته وفي هذا المكان الذي بركت فيه الناقة قرر النبي أن يبني مسجدا دخل النبي إلى المدينة وبعد أيام وصلت زوجته سودة بنت زمع رضي الله عنها ثم قدمت إلى المدينة بناته أم كلثوم وفاطمه أما زينب فقد حبسها أبو العاص وقدم أبناء أبي بكر الصديق إلى المدينة شيئا فشيئا قدم الناس من مكة مهاجرين تكامل المهاجرون لكن أصابهم مرض في المدينة وكانت المدينة فيها وباء إذا دخلها أي غريب عنها أصابه هذا المرض فأصيب به أبو بكر الصديق حتى جلس يقول شعرا كل مرء مصبح في أهله والموت أدنى من شراك نعله أما بلال فلما أصيب بمرض المدينة أخذ يتذكروا وما كان فيها امرأة سوداء ثائرة الرأس خرجت من المدينة فزعة الى ارض الجحفة ففسرها للصحابة ان الله امر ان يخرج وباء المدينة الى تلك الارض فعوفي الصحابة بعد هذا اول ما بدأ به النبي صلى الله عليه وآله وسلم في المدينة بناء المسجد وشجع الصحابة عليه فقاموا بكل همة ونشاط وحماس يبنون بيتا من بيوت الله جل وعلا والنبي معهم بل النبي كان اولهم يبني المسجد معهم فلما رآه الانصار والمهاجرون قال قائلهم لان قعدنا والنبي يعمل لذاك منا العمل المضلل وقاموا يرجزون لان قعدنا والنبي يعمل لذاك منا العمل المضلل فلما رأهم النبي يقولون هذا وهو قاموا معهم قال معهم اللهم اللهم لا عيش الاعيش الاخرة فارحم الانصار والمهاجرة كما سمع المهاجرون والانصار النبي يدعو لهم قاموا يقولون مثله اللهم لا عيش الاعيش الاخرة وهم يبنون المسجد بكل همة وحماس بل كم كانوا يحبون هذا العمل بناء مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فالأمة تبنى بداية من هذا المسجد والدعوة تنطلق من هذا المسجد وألفت المسلمين موطنها هذا المسجد كان عمار بن ياسر يحمل حملا ثقيلا ويحمل حملا ثقيلا فقال الرسول الله قال يا رسول الله قتلوني بالحمل قتلوني بما يحملوني فنظر النبي إلى عمار قال ويح عمار لا تقتله هذه الفئة لا يقتلونك أولئك يا عمار بل تقتلك الفئة الباغية وكانت من علامات نبوته صلى الله عليه وآله وسلم يبنى مسجد رسول الله من خير من هؤلاء البشر الذين يبنون هذا المكان إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة إلى الآن لم يبنى حتى مسكنه صلى الله عليه وآله وسلم أما أبو أيوب من أخلاقه مع رسول الله كانت عنده غرفتان أحدهما فوق الأخرى فقال يا رسول الله كن في العلوي وأكون وزوجتي في السفل لا أكون فوقك يا رسول الله قال بل أرفق بنا وأرحم بنا يا أبو أيوب أن نكون في السفل حتى يخشان الناس ونجمع عن ناس فرضي أبو أيوب أن يكون النبي تحته وهو أعلاه يقول أبو أيوب للأنصار في يوم من الأيام إن كسر حب لنا قربة لنا فسكب الماء فخفنا أن ينزل على رسول الله ولم يكن عندنا إلا لحاف نتغطى به فأسرعنا باللحاف ننشف الماء حتى لا يتقاطر على رسول الله وكنا إذا أوصلنا العشاء فنتلمس مواطن يده فنأكل منها نلتمس بركة رسول الله وهكذا بني المسجو وبني بيت لرسول الله ينزل فيه فخرج من بيت أبي أيوب للأنصار وسكن في بيت بالقرب بل ملاصقا لمسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خطبها النبي صلى الله عليه وآله وسلم جاء فيها أنه ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ينظر عن يمينه فلا يرى إلا ما قدم وينظر عن شماله فلا يرى إلا ما قدم وينظر تلقاء وجهه فلا يرى إلا النار فاتقوا النار ولو بشق تمرح ثم وعظهم عليه الصلاة والسلام وبدأت الآن أول قواعد الدولة الإسلامية أول ما بدأ النبي به أن يؤلف بين القلوب وأن يجمع بين المهاجرين والأنصار هؤلاء فقراء جاءوا من بلادهم لا يملكون شيئا نساؤهم رجالهم أطفالهم صبيانهم حتى من كان يملك فإن قريشا لم تدعوا يأخذوا ماله سلبتهم أموالهم فخرجوا فقراء مساكين لجأوا إلى إخوانهم في المدينة لما وصل الناس إلى المدينة النبي الآن يريد أن يؤسس دولة إسلامية متماسكة مترابطة فهؤلاء يختلفون عن هؤلاء فبدأ النبي بقضية المؤاخى فآخى بين المهاجرين والأنصار والأمر كان صعبا فالأنصار بينهم قتال وبينهم حروب لسنوات طويلة الآن يريد النبي أن يؤلف بين الأنصار بعضهم بعضا وكذلك بين الأنصار والغرباء المهاجرين الذين ألفوا عليهم فبدأ النبي يؤلف بين قلبين قلبين فلان مع فلان حمزة مع زيد وجعل علي بن أبي قال وهكذا يؤلف الله قلوبهم وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم القضية والأرض جميعا لكن الله ألف بينهم الرب عز وجل هو الذي يؤلف بين القلوب وكان ممن ألف بينهم رجل اسمه سعد بن الربيع أنصاري فآخى بينه عليه الصلاة والسلام وبين عبد الرحمن ابن عوف المهاجري وكان عبد الرحمن تاجرا في مكة لكن أهل مكة سلبوه كل ماله فلما نزل على سعد بن الربيع شوفوا الآن التضحية وانظروا إلى الإيثار قسم نصف مالي لعبد الرحمن بن عوف ونصف بيته لعبد الرحمن بن عوف وكان عبد الرحمن وحيدا قال عندي زوجتان سعد يقول له قال اختر أيها تشاء أطلقها فتتزوجها فابتسم عبد الرحمن بن عوف قال أمسك عليك مالك وأمسك عليك زوجك بارك الله لك بهما لكن دلني على السوق عبد الرحمن بن عوف رجل تاجر يعرف كيف يكسب تجارته فخرج عبد الرحمن بن عوف ثم رجع آخر النهار بيده بضع دريه مات ثم اليوم الثاني ثم اليوم الثالث حتى بدأ يكسب أكثر وأكثر حتى رأاه النبي يوما من الأيام تغير وجهه قال ما بالك يا عبد الرحمن قال تزوجت يا رسول الله قال وما أمهرتها ما أصدقتها ما أعطيتها من مهر وصداق قال قدر نوات ذهبا وهكذا أغناه الرب بكسب يده أما الأنصار فقد ضربوا أروع الأمثلة الكل منهم يتبرع بأمواله يتبرع ببيته يؤيف قراء المهاجرين مع أنهم لا تربطهم قرابة بين هؤلاء وهؤلاء والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم الأنصار يحبون من هاجر إليهم حبا القضية حب قلب تألف ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا بل أكثر ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة لو كان الواحد منهم محتاجا للمال يتبرع به محتاجا للبيت يؤثره لأجل من؟ أخيه المهاجري فتأسست دولة من أعظم الدول ألفة كيف كانوا متفرقين وكيف كانوا متعادين وكيف كان يحارب بعضهم بعضا ومع هذا ألف الله بين قلوبهم فتأسست دولة إسلامية عظيمة قلوب بعضها متآلفة مع بعض هذه أول قولة هذه الدولة المباركة ترجمة نانسي قنقر كان الناس في المدينة إذا حل وقت الصلاة جاءوا للمسجد يصلون ولم يكن هناك شيء ينبههم أن الصلاة قد حان وقتها اتخذ الناس وفكروا أن يتخذوا بوقا كاليهود لكن الأمر لم يقبل به النبس صلى الله عليه وسلم ثم فكر بعضهم أن يتخذوا ناقوسا كالنصارى لكنه لا يقبل حتى جاءه رجل أنصاري اسمه عبد الله بن زيد رأى في المنام رؤيا رأى أن ثوبين أو ثوبان أخضران وبيده ناقوس فإذا به يقول هل تبيعني هذا الناقوس قال ما تصنع به قال الناس على الصلاة قال أفلا أدلك على خير منه قال بلى قال قل الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد الرسول فألقاه على النبس صلى الله عليه وسلم وأخبره به فعلم النبي أنها إشارة على تنبيه الصلاة فقال النبي له أخبر بها بلالا وألقيها على بلال قال ولم يا رسول الله قال فإنه أندى صوتا منك فإذا ببلال كلما حان وقت الصلاة قام على بيت امرأة من بني النجار أطولوا الناس بيوتا عند المسجد فيرقاه بلال ويكبر مناديا بالصلاة ويكبر الناس بتكبيره كلما حل وقت الصلاة قام بلال يؤذن بها وهكذا شرع الأذان لكل صلاة اليهود يعيشون في المدينة ومن بداية وصول النبي إلى المدينة بدأوا بالعداوة له يهود طبيعتهم مع كل الأنبياء مع أنهم كانوا ينتظرون النبي ويعلمون بخروجه وكانوا يتوعدون الناس به ومع هذا أول ما وصل تقول صفية بنت حيي بن أخطب وكانت يهودية قبل أن تدخل بالإسلام وتكون أما للمؤمنين رضي الله عنها تقول كنت أحب ابناء أبي لي وأبوها سيد قومه حيي بن أخطب تقول وكنت جالسة فدخل علي في اليوم الذي وصل فيه الرسول إلى قباء تقول وكنت جالسة في البيت إذ دخل علي أبي وعمي ياسر بن أخطب حيي وياسر يقول فعرفت في وجهيهما أن شيء تقول فكنت أحاول أن ألعب مع أبي لكنه لم يلتفت إلي ما الذي حدث ما الذي جرى تقول فسأل عمي ياسر سأل أبي أهو هو إحني هو الرسول الذي نجده عندنا في الكتاب فقال حيي بن أخطب نعم هو أي هو الذي وجدناه عندنا في الكتاب قال ياسر لحيي أتثبت منه تأكت أنه هو النبي الموعود قال نعم تثبت إنه هو فقال ياسر لحيي بن أخطب وماذا سوف تصنع قال والله عداوته ما بقيت الله أكبر يعرف أن نبي ومتأكد أنه نبي وينتظره ويبشر الناس به ثم لما تثبت قال عداوته ما بقيت الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه يعرفونه كما يعرفون أبناءهم رسول الله كما يتأكد الواحد من أبنائه يعرفونه كما يعرفون أبناء وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون الله أكبر يوم يعرف اليود أن الله يبعث إليهم نبيا فيصرون على عداوته أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى فريقا كذبتم وفريقا تقتلون رجل من أحبار اليهود من علماء اليهود اسمه عبد الله بن سلام يقول لما سمعت بمقدم النبي كنت على نخلة تقول يقول فكانت عمتي عندي يقول فلما سمعت بأن الرسول أقبل في المدينة قلت الله أكبر قالت عمتي طبحك الله لو سمعت بموسى بن عمران ما زدت على هذا فقلت يا عمتي هو وموسى أخوان هذا نبي وهذا نبي فقالت لي عمتي أهو النبي الذي بشرنا به أنه يبعث في نسم الساعة قلت نعم يا عمه نعم إنه هو يقول فذهبت إليه فنظرت إلى وجهي فعلمت أول ما رأيته أن هذا الوجه ليس بوجهي كذاب هذا عالي من علماء اليهود يقول فجلست عند النبي وأعلنت إسلامي ثم قلت يا رسول الله إن يهود قوم بهت فإذا جاءوك فسلهم عني يعني اختبرهم فيني فأراد أحبار اليهود أن يأتوا إلى رسول الله يختبرون النبي ويسألون النبي صلى الله عليه وسلم يقول فاختبأت عند الرسول في حائط اختبأ ورأى جدار فلما قدم أحبار اليهود يسألون النبي عن دينه وعن إسلامه قال النبي قال النبي لهم ما تعدون ما تعدون عبد الله بن سلام فيكم قالوا هو حبرنا وابن حبرنا هو سيدنا وابن سيدنا قال النبي لهم أرأيتم لو أسلم قالوا نعيذه بالله أن يسلم عبد الله بن سلام يسلم هذا حبر عالم عندنا فخرج عبد الله بن سلام يقول أماهم أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فلما نظروا إليه تغيرت وجوههم وقالوا هو شرنا وابن شرنا الله أكبر قبل قليل سيدنا وابن سيدنا الآن شرنا وابن شرنا قال عبد الله يا رسول الله أرأيت إنهم يهود قوم بهت بدأوا بالعداوة لرسول الله منذ أن قدم النبي المدينة مع أنهم يعرفون أنه رسول الله لما نظم النبي صلى الله عليه وآله وسلم العلاقة بين المسلمين في المدينة بقي من اليهود الذين يجاورونهم بن قينقاع بن النظير بن قريضح أقرب الكفار لهم فنظم النبي صلى الله عليه وآله وسلم العلاقة بينه وبينهم لهم كل الحقوق له ما لهم وعليه ما عليهم كان من أساس هذا العقد الذي بينه وبينهم لا يكراها في الدين فلم يلزمهم بدينه ولم يجبرهم على عقيدته بل تركهم على دينهم لكن هذه أول علاقات دولية بين النبي وبين غيره من الكفار وعاش اليهود بالقرب من النبي صلى الله عليه وآله وسلم يتمتعون بكامل حقوقهم لكن المشركين في مكة لم يتركوا النبي وأصحابه على حالهم فاتصلوا بمن برأس النفاق عبد الله ابن أبي ابن سلول يحرضونه على مقاتلة محمد وأصحابه فقالوا لعبد الله بعد أن اجتمعوا به قال كبير المشركين لعبد الله آويتم محمدا والصباتة وهم قطجوا من عندنا فإما أن تقاتلوهم أو تخرجوهم أو والله لنقاتلنكم فنقتل مقاتلتكم ونستبيح نساءكم فإذا بعبد الله بن أبي استغل الفرصة وحرض قومه على رسول الله لكنهم لما سمعوا مقالة النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لهم تريدون أن تقتلوا إخوانكم وأبناءكم تراجع الجميع وانفضوا من حول عبد الله بن أبي بن سلول ظل الوضع صعبا في بداية استقرار النبي في المدينة وكان الخطر يداهم الصحابة والمؤمنين حتى تقول عائشة تقول في مرة من المرات كنت مع النبي في مكانه الذي جعل له ومعته يقول ليت رجلا صالحا يحرسنا الليلة ليت رجلا صالحا من أصحابي يحرسني الليلة تقول عائشة فسمعنا خشخشة سلاح عند باب البيت فقال النبي من فقال أنا سعد بن أبي وقاص يا رسول الله قال النبي له من الذي جاء بك قال سعد خفت عليك يا رسول الله فجئت أحرسك الله عز وجل بعثه فاطمأن النبي صلى الله عليه وسلم فنام تلك الليلة ثم بعدها ظل الصحابة يتناوبون على حراسة رسول الله هذه أول أيام الرسول في المدينة حتى أنزل الرب عز وجل يطمئن النبي والله يعصمك والله يعصمك من الناس فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه اتركوني فإن الله عز وجل قد عصمني أي الله عز وجل قد حفظني الله يحفظ نبيه الله يرعاه الله عز وجل يكلأه مرة الأيام والمشركون يحاولون أن يجدوا فرصة للانقضاض على رسول الله وعلى أصحابه كيف أفلتوا منا خرج سعد بن معاذ من الأنصار يريد الحرم وزيارة الكعبة فنزل عند أمية ابن خلف فقال سعد لأمية جد لي وقتاً أطوف فيه بالبيت يكون خالياً فوجد فرصة قال الأنطف وخرج معه أمية ابن خلف فرأاه من أبو جهل قال من معك يا أمية؟ هذا سعد بن معاذ فقال أبو جهل آويتم الصبات وتطوفون بالبيت آمنين والله لا ندعكم يريدون أن يصدوا الناس عن البيت الحام فقال سعد بن معاذ قال والله لئن منعتنا من أن نطوف بالبيت لنمنعنكم طريقكم إلى الشام فكأن أبا جهل فزع من مقولته قال والله لو لم يكن معك أبو صفوان يعني أمية ما عدت لأهلك سالماً فخرج سعد إلى رسول الله يخبره أن المشركين منعوه حتى الطواف بالبيت مرحلة الخطر اشتدت الآن أذى قريش زاد أنتم لا تملكون هذا البيت هذا البيت بناه إبراهيم هذا بيت الله جل وعلا هذا جعل للزيارة والعبادة هذا أول بيت وضع للناس ولكن خبث قريش ومكرهم جعلهم يصدون الناس حتى عن البيت مرت الأيام شفد الخطر على النبي وأصحابه في المدينة صار كل واحد لا ينام إلا والسحو معه في مثل هذه الأيام والفترة الأولى في المدينة أنزل الرب عز وجل الإذن بمرحلة جديدة وهو القتال في سبيل الله أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم وإن الله على نصرهم لقدير فأخبر النبي أصحابه أن الله عز وجل أمرنا بالقتال في سبيله وحث الصحابة على التدرب للقتال والتجهز للجهاد في سبيل الله كالنور في جنح الظلام جاء الحبيب إلى الأن ترجمة نانسي قنقر